فنجيب بكل بساطة أعزاء بكل بساطة بكل بساطة أعزاء تقول لماذا جاءت هنا أقول لابد أن تأتي إلى هنا أساسا لو لم يرسول الله في هذا الموضع لكان خلاف الحق والحقيقة كان ينبغي أن توضع هنا لماذا؟ حتى تعرفون أنه أساسا السياق وأن أولئك الذين من علمان أو غيرهم قالوا لا أن الآئة ما مرتبطة وإنما وضعها الأعداء أو وضعها أهل البيت حتى يضيعوا لا 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 أبدا هي محلها هنا في جملة واحدة عزائي الوقت انتهى في جملة واحدة ما هو؟ وهو أن القرآن هذه الآيات بدأت أن تتكلم مع النساء قال وإن كنتن تردن قال يا نساء النبي لستن قال واذكرنا هذا الخطاب أعزائي مو خطاب المدح وإنما خطاب ماذا؟ خطاب العتاب ما أقول شيء آخر خطاب العتاب خطاب أن كن يحتمل أن تكون من هذا الخط أو ماذا؟ من هذا الخط خطاب يستفاد منه المدح أو لا يستفاد لا يستفاد منه المدح من هنا قد يأتي ماذا؟ توهم أن هذا الذي يقوله القرآن شامل لبيت علي وفاطمة أو ليس بشامل إذا لم تأتي هذا المقطع في هذا الموقع كان يقولون أيضا بيت من بيوت النبي إذن مشمول ماذا؟ مشمول لكل ما ورد في نساء النبي مع أن الله أراد مباشرة بتعبيرنا دفع دخل مقدر فإن قلت هذا يشمل بيت علي وفاطمة قال لا فإن هذا بيت طهره الله تطهيرا لا علاقة له ببيوت النساء النبي وهذه هي النكتة في إفراد الضمير أقول في إفراد البيت وفي تذكير ماذا؟ وفي تذكير ما أدري واضح أو لا هذا المعنى وإلا لو لم يأتي هذا المعنى بيني وبين الله لأنه أنت خم لا تستطيع أن تقول أن بيت علي وفاطمة ليس من بيوت النبي تستطيع أن تقول هذا؟ فإذا كان بيتا من بيوت النبي إذن يقول ماذا؟ مشمولا لكل هذه الآيات الله مباشرة لعظمة هذا البيت ولطهارة هذا البيت ولقدسية هذا البيت مباشرة أخبر عنه بين الشارحتين شارحتين مباشرة قال أيها المسلمون أيها الذين تتلون القرآن ترى أنا دا أتكلم عن بيوت نسائه لا عن بيت علي وفاطمة إلا بيت علي وفاطمة يطهركم تطهيرا هذا البيت وين؟ ذاك البيوت تلك البيوت أين؟ ترجمة نانسي قنقر